اعرب سعادة الدكتور محمد بن بارك جمعة وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققها طلبة مملكة البحرين في التحصيل العلمي من خلال حصول مملكة البحرين على المركز الثالث عربيا في نتائج الاختبارات الدولية في المهارات القرائية ويؤكد هذا الانجاز الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية خلال الاعوام الماضية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا اهتمام كبير يحظى به طلاب مملكة البحرين في المدارس الحكومية والخاصة بجهود حثيثة وتوجهات من قبل وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمخرجات التعليمية لتكون مواكبة للتدورات في كافة المجالات وبما يعزز من سمعة التعليم في مملكة البحرين وهما اتضح أيضا في تحقيق طلبة مدارس مملكة البحرين تقدما ملحوظا في الدراسة الدولية لقياس تقدم القراءة حيث ارتفع متوسط تحصيلهم العلمي إلى مجموعه 458 نقطة وذلك بارتفاع مقداره 12 نقطة عن تحصيلهم في الدورة السابقة في عام 2016 ووفقا لهذه الإحصائية احتلت مملكة البحرين المركز الثالث عربيا في هذه الدراسة التي شارك فيها 5251 طالبا وطالبة من ضربة الصف الرابع الابتدائي من 119 مدرسة حكومية و67 مدرسة خاصة في المملكة وهذا الإنجاز الذي يأتي بعد خمس سنوات من آخر إحصائية يصلط الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم بالرغم من التحديات التي حدثت في هذه السنوات وأكبرها جائحة كورونا التي استثمرتها الوزارة في تفعيل كافة الآليات التي ضامنت انسيابية العملية التعليمية وفقا لأعلى المعايير وبما يتناسب وطموحات الوزارة التحديات أيضا قوبلت بتكثيف الجهود لتطبيق الدراسة لما تشكله من مؤشر مهم لمستوى تقدم طلبة المملكة بالمقارنة بطلبة العالم في مجال القراءة حيث بذل المعلمون والتربويون في وزارة التربية والتعليم وفي المدارس المختلفة جهودا كبيرة من أجل رفع قدرات الطلاب القرائية عبر الأنشطة المختلفة التي تم تطويرها فمنذ إعلان نتائج الدورة السابقة في عام 2016 عملت وزارة التربية والتعليم على وضع الخطط التشغيلية الخاصة بمضمون الدراسة الدولية مع العمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف وقدمت الإدارات المختلفة الدعم الميداني للمدارس ذات التحصيل المنخفض عبر وضع خطط علاجية كما قدمت العديد من الورش التدريبية لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف الرابع